اشتركوا في القناة العاصمة المغربية الرباط والتي شهدت تسكية الدكتورة جهاد الفاضل نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للشبكة كما شهدت الندوى مناقشات بين اعضاء المجالس التشريعية في الدول المشاركة حيث اكد وفد مجلس الشورى ضرورة العمل على ازالة العقبات التي تقف حائلا امام التعاون الاقتصادي في العلاقات الافريقية العربية اشتركوا في القناة